بسم الله الرحمن الرحيم بنتكلم دلوقتي على الـ Option فهنجد فيها المنيو اللي هي بتاع الخاصة بالـ Option هنجد فيها Viewing فيه Surface Shading فيها Simulation اللي هي منها فيها أو اللي هو Simulation ففي السيموليشن بييجي بيقول لي Tool Color وفيه Show Holder وفيه تقدر ايه طبعا تشوف الحاجات دي حسب الإخراج اللي انت عايز شوف شكله ايه بنيجي يقول لي ايه الـ States فيها فيه Feed يكون موجود فيه Speed فيه Time كل الحاجات دي أنا بحبها تكون موجودة قدامنا زي ما نشوف فيه الـ Operation List فيه الأمور دي كلها بتبقى موجودة 2D و 3D لو جينا هنا عشان إظهار التفاصيل الداخلية لو أنا بشتغل على جزء وفيه التفاصيل الداخلية especially يا شباب فيه عملية الـ Turning فدي بتبقى كويسة جدا إن أنا بعمل 3 of 4 view with Lace ID اللي هي Internal Demeter Work اللي لما يكون الشغل الداخلي فبيعمل قطاع يظهر لي التفاصيل الداخلية اللي موجودة لما أعمل عملية التشغيل هنا بنجد عندنا فيه تاني Resolution طبعا حاجات بتتعلق بالـ Appearance بتاع الـ Screen اللي أنا شغال عليها هنا نجد إن عندي بيقول لي Shadow Quality بيقول لي إذا كان None ولا Poor ولا Good أنسو لو أنت غيرت حاجات وعايز ترجع الحاجة للشكل الأصل أو للـ Default بتاعها اعمل Reset ترجع كل حاجة زي مكان بيقول لي Show Animation Brewer 2D 3D Simulation إذا كنت عايز تشوف الـ Animation بشكله إيه لا أنا بأفضل الـ Default اللي هو موجود دي يعني اللي هي 2D والـ 3D Animation اللي هي موجودة في Simulation الـ Coloring في Default Colors فأنت بتقدر طبعا تغير زي ما أنت عايز أفرض أنت الـ Features لها اللون ده فأنا لو عايز أغير اللون بقول له مثلا More Color وبختار اللون اللي أنا عايزه أختاره أهو وبقول له Reset أو Apply لو أنا عايز أرجع الحاجة اللي عايز أعمل Apply به هو غير إيه الـ Features زي مكان غيرت لهذا اللون يبقى إذن بدل ما كانت باللون اللي هو الـ Previous أصبحت باللون اللي هو موجود قدامنا ده فأنا طبعا إيه بقدر أغير كل Features من الفيتشورز الموجودة في Curve يعني شوف الكرف معمول باللون الأزرق من الممكن أن أنا غير أن Stock ده من بيبقى باللون الأزرق أقدر وهكذا أقدر أعمل أنا أخلي كل حاجة زمانية فأقول له شكرا وأرجع أروح على Options وأجي أشوف عندي مثلا Snapping Mode أنا طبعا طلعت لأن بنشتغل بها كتير لما نعمل أي Curve فتبقى قدامنا وهي دي اللي موجودة وبقدر أخذ منها أي سناب لأي نقطة معينة زي ما احنا شايفين بنعمل سناب لإنترسيكشن سناب لمد point سناب لإنت point سناب to quadrants وهكذا بقدر يأسم الغريد أقدر أعمل grid on و grid off and so on ديا اللي هي موجودة في السناب تعال عندنا أي ثاني السناب إنج grid دي بحدد فيها الغريد أولا ال X origin وال Y origin اللي هما 0 0 X spacing أنا أشغال خذ بالك بالمليمتر بيقولي X spacing 5 millimeter Y spacing 5 millimeter اللينث بتاع البارس 120 X 120 Y 100 هنا يقولي grid resize to match block in standard view فهو موضع موضع بيقولك grid كمان display automatic هي بتبقى موجودة وبعضين أنا بقدر أني أنا أعمل لها ON وOFF من ساعدني جدا grid لما يجي أعمل أن أنا أعمل أبني أي جزء أن أنا أستطيع أن أنا عارف أن المسافة ما بين grid والتانية 5 مليمتر وبقدر أتحرك من خلال هذا الجزء خلاص يبقى إذن هنا زي ما أنت شايف وبيقولك ايه automatic بتمشي مع هذه grids اللي إحنا عملينها عشان نقدر تساعدنا وتورينا إزاي يعني شوف زي أنا عمل اللاين ده أنا عملت اللاين ده بدأت من grid اللي هنا وانتهيت عند grid لين أنا عارف إن grid دي ب 5 مليمتر فقدرت أتحرك في grids دي وأقدر أعرف المسافة اللي أنا همشي طيب عندنا أي تاني في option عندي في options في file options ودي تعرضنا لها وعرفنا إيه اللي فيها decimal places تقدر تحدد how many decimal places في بيقولك في English اللي هو في الانش يعني الوحدة تلاقي بالانش وفي المترك والله عايز تغيرهم بتقدر تغير number of decimals زي ما أنت عايز من هنا وطبعا التغيير بيتم بيبقى على طول في أي بعد موجود يعني أنت شايف زي من شغال هنا بيقول 90 0 0 أي إذا أنا خط 3 digit في الملي و 3 و 4 digit في ال English أو اللي هي الأبعاد اللي هي بالانش عندي كمان موجود في آخر حاجة اللي هي save on settings on exit save on exit بي فيها ميزة حتى لو نزيت أن أنا أعمل save فأنا بعمل tick على save on exit يبقى هو ايه بيعمل save للبارد في add-ins بتبقى برضو موجودة عندنا كoption لو عندك add-ins عايش تضفها على البرنين شكرا بكده نكون وصلنا لنهاية هذا المقطع نراكم إن شاء الله في المقطع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته